السؤال بعد كده بيقول بعد إذن حضرتك كل الحلقة اللي كانت يوم الحد يعني في أحد أيام الأحد الأحد و 31 الزوج الاتكالي أنا عايش فيه مع جوزي وإخواته وفوق كل ده مفيش يوم من الأيام جبر خطري بكلمة يوم عملت حدثة واتحجزت في المستشفى زرني زي أي حد غليب ولما زعلت قال لي أنا عملت معاك الواجب وبيكره نجاحي وبيكره أي حد يشكر فيه ويشتكي ويقول أنا مش عارف أي حد يشوفك يحترمك ويحبك اشمعنا اشمعنا وليه وليه أنت أعمل إيه الحالة اللي أنت فيها دي أنا شايف أن فيها وإن كان فيه جزء كبير جدا جدا أنا أتكلم عنه يرجع بالتنشئة طبعا الحالة اللي هو فيها دي بترجع للتنشئة ولازم في الأول خالص لازم يستبصر بده فلازم يحصل حاجة كده أنا معرفش أنت هتقدري أن أنت تعمليها ولا لا لكن هو دي فيه تلت طرق للحال لكن أنا أقولك الحال اللي أنا بحبه اللي أنا شايفه أنه الأفضل والأحسن لقلبك هو قوله تعالى ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة وإن كانه وليون حبي إحنا بنتكلم على الإجراء مش بنتكلم على وصف أطراف العلاقة يعني مش بتكلم على أنك أنت وزوجك في حالة عداوة وإن كنت أنت أنا عارف كويس جدا 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 اللي بيدور في نفس النساء في الحالة دي هي في بعض الأحيين بتلقى بجزء أنه بقى عدوه كأنه عدوه ما بيحب لهاش الخير بيعمل كذا وكذا وكذا وكأنه هو شايف عدوه ليه طب هو بيعمل كده بيكسرني ليه صحيح أنت شايفه ده بس أنا ما بيحبش توصيف الحالة دي على أن هي حالة عدوة هي توصفها بأن هي حالة غضب من أن إنسان بيتعامل معايا بشكل كبير جدا جدا يحسسني بالألم والواجعة والأزية فأنا شايف أن الطريقة المسلة هو أن أنت تحسني إليه يعني إيه تحسني إليه يعني هو شخص شايفك نجحة وشايفك أن الناس بتحبك فعلميه إزاي الإنسان ممكن يحصل على حب الناس يحصل على حب الناس بأن هو يتعامل مع الناس بطريقة أحسن أنا عارف أن بعض السيدات وممكن حضرتك تقولي لي أنا لما بعمل معاك كده هو بيزداد غيز ويضايقني أكتر ده في الحالة الأولانية لأنه حاسس أن أنت بالاستلاح العام بتاعنا أنه حاسس أن أنت بتعلمي عليه لكن لو حس فعلا أن أنت بتتعامل معاه كحبيب هو عبادك الحب لأن كده هو ده اللي هيوصلك بشكل صحيح إلى الراحة أنا بقول لحضرتك ادفعي بالتي هي أحسن ودي أفضل طريقة طريقة تانية أن أنت تقعدوا مع بعض وتتكلموا وتتكلموا ليه وعلى أرضية إيه على أرضية أن نحن نعيش مع بعض في حالة سلام وحسن ونحن عايزين نوصل لمرضات الله الطريقة الثالثة وهم الطرق دي بالترتيب كده الطريقة الثالثة أن أنت تقولي له أنا ما قدرتش أن أنا أستحمل ده فلو سمحت توقف عن أزياتي وتوقف عن ده أنا شايف أن الطريقة المسلى هي الطريقة الأولى ربنا يوفقك ويفتح عليكي ويسار لك الأمور دي